حازم هدوء حذر الآن في بلدة حوارة رفع الحيطة والحضر الجهوزية في كافة المنازل على تخوم البلدة وعلى الطريق العام خشية أن تكون هناك اعتداءات وهجمات مباغتة من قبل المستوطنين كما حدث قبل حوالي الساعة ونصف كما رصدناها بلقطات مباشرة لتفاصيل هذا الاعتداء في منطقة حوارة وتحديدا في جبل سلمان الفارسي في محيط متنزه كنتر حوارة حيث هاجم قرابة المئة مستوطن منازل الفلسطينيين بالحجارة بالزجاجات الحارقة بإطلاق الرصاص كل ذلك بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي تمكن المستوطنون من مواجهة من إحراق مركبة بشكل جزئي في بلدة حوارة وهرع الشبان بشكل سريع لإخماد النيران برفقة تواقم الهلال الأحمر حيث تعرضت أيضا مركبة من مركبات الهلال الأحمر لإطلاق قنبلة غازية أدت لإخراجها عن الخدمة ونقلت بواسطة معدات تقيلة قبل لحظات باتجاه نقطة الخدمات والصيانة لدى الهلال الأحمر في مدينة نابلس فيما قال الهلال الأحمر في بيان له أن التواقم الطبية تعاملت مع 36 إصابة منها 30 إصابة بالاختناق عولجت محليا هنا ببلدة حوارة أثناء التصدي لاعتداءات المستوطنين وقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي الطريق العام ببلدة حوارة أشبه بمنع التجول تعزيزات عسكرية إسرائيلية كبيرة تحديدا بالقرب مما يعرف بدوار عينبوس وكذلك أيضا باتجاه دوار سلمان الفارسي وهناك تذبذب في تنقل الفلسطينيين على الطرق الخارجية وردتنا منذ ساعتين على الأقل إشارات ميدانية لهجمات للمستوطنين في بلدة اللبن الشرقية إلى الجنوب من مدينة نابلس يهاجم المستوطنون وجنود الاحتلال منازل الفلسطينيين وسط اندلاع لمواجهات عنيفة في المنطقة وهناك إصابات بالاختناق والرصاص المطاطي في منطقة حاجز بيت فوريك إلى الشرق من مدينة نابلس هناك خمسة عشر إصابة بالإضافة إلى تقدير الهلال الأحمر الفلسطيني كما أوردت الإغاثة الطبية خلال مواجهات بين شبان وجنود الاحتلال ومستوطنون في المنطقة نظموا مسيرة تدعو الحكومة الإسرائيلية لشن عملية عسكرية وجز الرؤوس وجز العشب كما جاء في وسائل الإعلام الإسرائيلية في إشارة لإجتثاث الأدرع العسكرية في المقاومة في مناطق شمال الضفة الغربية اعتداءات رصدت أيضا بالقرب من حاجز حوارة وكذلك أيضا ما يعرف بدوار سلمان الفارسي مفرق يتساهر حيث مصيب على الأقل ثلاثة أطفال في اعتداءات للمستوطنين في المنطقة بالإضافة إلى اعتداءات للمستوطنين في منطقة عقربة وكذلك أيضا مفرق دومة إلى الجنوب من مدينة نابلس أي نحن نتحدث جغرافيا الآن جنوب نابلس في مهب العاصفة الاستيطانية والهجمات الاستيطانية في هذه اللحظات بحصيلتي الهلال الأحمر والإغاثة الطبية نحن نتحدث عن خمسين إصابة حتى هذه اللحظة خلال هذه الهجمات زملاء صحفيين أصيبوا باعتداء مباشر بالوجه والاعتداء خلال محاولة الوصول إلى مناطق جنوب نابلس وتحطيم المركبات عشرات المركبات أصيبت وتضررت خلال لحظات التنقل هذه الليلة في مناطق الأغوار بالقرب من مستوطنة مفرق محولا بالقرب من كردلة وعين البيضة هناك هجمات للمستوطنين بحماية الشرطة الإسرائيلية وكذلك الأمر بالقرب من مستوطنات بالقرب من حاجز الحمرة ثمت اعتداءات استيطانية هذا في مجمل الهجمات الاستيطانية طبعا قبل قليل حازم الخارجية الفلسطينية أصدرت بيانا لها طالبت بتدخل أمريكي عاجل لمنع الانفجار الذي يحضر له غلات المتطرفين تدين وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات التصعيد الحاصل من اعتداءات ميليشيا المستوطنين المنظمة والمسلحة وهجماتهم الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل وممتلكاتهم ومركباتهم وتعتبرها انعكاسا لحملة التحريض التي يقودها وزراء متطرفين في الحكومة الإسرائيلية أمثال بينكفير وسوميتريش ودعواتهم المتواصلة لحمل السلاح وتوزيعه تحذر الوزارة من مغبة انجرار الحكومة الإسرائيلية خلف تلك الدعوات وإقدامها على تصعيد عدوانها شمال الضفة الغربية وتحذر من تداعيات ونتائجه على ساحة الصراع برمتها طبعا هذا البيان يتزامن مع دعوات لأخذ الحيطة والحضر حقيقة في مناطق جنوب نابلس أمام هذا المشهد المتوتر ميدانيا في ظل دعوات المستوطنين لمسيرات ليلية انتقامية بتنفيذ الهجمات الواسعة في مناطق الضفة الغربية في أعقاب طبعا العملية التي أوقعت أربعة قتلى إسرائيليين جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بتصفية المنفذ الثاني بعد تصفيته الأول في موقع العملية والثاني بواسطة قوات خاصة بعد تتبع المركبة التي سيطر عليها أحد المنفذين من موقع العملية وتمكن من الانسحاب مرورا بطرق جنوب نابلس دخل إلى نابلس باتجاه ما يعرف بطريق البدان وصل إلى طباص حاول التنقل أيضا باتجاه الأطراف القريبة والفاصلة بين طباص وجنين وهناك اعترضت قوة خاصة من اليمام هذه المركبة لمركبة الشهيد خالد صباح وقامت بإطلاق الرصاص بشكل مباشر من الخلف وقامت بتصفيته وزارة الصحة الفلسطينية قالت بأن الشاب استشهد وأصيب آخر خلال هذه العملية لجيش الاحتلال الإسرائيلي نقل جثمان الشهيد حازم خلال الساعة الماضية من طباص بعد تشيعه بمدينة طباص إلى مستشفى رفيديا الآن تريدنا الإشارات الميدانية بأن العائلة تصر رغم التحذيرات بأن لربما تكون هناك محاولات لحجز واحتجاز الجثمان ومصادرته من قبل جيش الاحتلال أن يتم نقل الجثمان إلى بلدة عريف إلى جنوب نارس مصقة رأس الشهيدين مهند إشحادة وكذلك أيضا خالد صباح منفذاء عملية عليق قبل ساعات وبالتالي من المتوقع أنه خلال الساعة القادمة أن يتم دفن الشهيد خالد صباح ببلدة عريف وسط مسيرة حاشدة ببلدة عريف وزارة الصحة الفلسطينية حازم أيضا أوردت قبل قليل باستشهاد المواطن ناصر سنان خمسة وخمسين عاما متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الرأس قبل نحو شهر كان قد أصيب المواطن ناصر سنان برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي إذن سنتابع معك كل هذه التطورات ابقى بخير خالد